هذا البرنامج برعاية دار الأركان عامرة والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص ICD مشاهدة الكرام مرحبا بكم في برنامجكم الأسبوعي بموضوعية في هذه الحلقة نتناول قطاع السيدات من خلال حوارنا في هذا الأسبوع مع الأستاذ مرام الجشي وهي رئيسة المجلس التنفيذي لسيدات الأعمال بالغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية وأيضا مدير البرامج التجارة الإلكترونية في الهيئة العامة لمنشاة الصغيرة والمتوسطة مرحبا بك أستاذ مرام مرحبا بك أستاذ راشد أول شيء نريد أن نعرف ما هو المجلس التنفيذي لسيدات الأعمال هذا وش دوره وش سوي هذا؟ المجلس التنفيذي لسيدات أعمال غرفة الشرقية يعني بتمكين المرأة في قطاع الأعمال ورفع مساهمتها في التنمية الاقتصادية في البلد بشكل عام نحن نهدف في المجلس إلى المشاركة النوعية هو جديد؟ لا المجلس من زمان ويمكن من أول المجالس على مستوى المملكة في الغرف التجاري يعني غرفة الشرقية كانت سباقة بإنشاء مجلس تنفيذي لسيدات الأعمال وأيضا مجلس لشابات الأعمال وشباب بقية الغرف بدأوا بلجان وليس مجالس هذا مجلس يعني يفرق عن اللجنة؟ يعني هو المجلس دوره استشاري أكبر ولكن المبادرات التي يعني فيها وتواصلوا مع جهات القطاع الخاص ومع العاملين في المنظومة كامل بشكل أكبر هل معنى مجلس سيدات الأعمال الآن هو سيدات كامل؟ كله لسيدات الأعمال طيب، ما هي الاستراتيجيات التي يقوم عليها؟ نحن جدت استراتيجياتنا طبعا زي ما قلت لك هو المجلس بما أنه تحت مجلس الغرفة فيعاد تشكيلها كل أربع سنوات مع الدورة مع الدورة بالضبط نحن بدأ مع الدورة الحالية من سنتين وكل سنتين يعاد انتخاب الرئيسة والنائبة فنحن صار لنا في هذه الدورة سنتين في المجلس استهدفنا رفع مشاركة المرأة في القطاعات التي مشاركتها فيها خجولة والقطاعات التي نرى أنها بشكل بسيط ضعيفة لما تتكلم مثلا على الصناعة كم نسبة المرأة في الصناعة والمشاريع عدد السجلات التجارية 12% مملوكة لنساء أنا أنا ناقشك فيها بالتفصيل أولا يعطيني أهداف المجلس حتى نأخذها واحدة أولا رفع مشاركة المرأة الخجولة في قطاع مثلا الصناعة أي في القطاعات هذه استغلال القطاعات الفرص الواعدة الآن المملكة تتجه إلى التي هي تنمية اقتصادها وأن يكون الاقتصاد غير معتمد على النفط وتنويع مصادر الدخل والاستدامة فنرى الفرص الموجودة ونرى الفرص التي فيها نمو وفيها تركيز من الرؤية والمرأة لا تشارك فيها بشكل كبير وحطيناها كأهداف لنا يعني حصرتوها؟ حصرناها أيوة طبعا بالتعاون مع الغرفة ومن خبرتنا نحن من قبل أنا جاي من قبل من مجلس شابات الأعمال فحطينا أهداف قدامنا أول شيء هي رفع مشاركة المرأة وتمكنها في القطاع الصناعي وثانيا قطاع تقنيات المعلومات وبعدين أيضا ما هي مقصودة تقنية المعلومات؟ الـ IT؟ الـ IT والتجارة الإلكترونية والتقنية التكنولوجي بشكل عام في التقنية بشكل عام هذه واحد وهذه اثنين الثالث اللي هو المرأة في المناصب القيادية لأنه شفنا القطاع الخاص متأخر عن الدولة في تمكين المرأة في المناصب القيادية وإذا قلنا رؤية عشرين ثلاثين تهدف إلى رفع مساهمة المرأة في سوق العمل من اثنين وعشرين إلى ثلاثين أنت على أساس تمكنها في القطاع الخاص ابدأ بالمناصب اللي فوق على أساس ترتفع المشاركة من الأسفل لأنه لما يكون فيه تمثيل إلى المرأة في المناصب القيادية وفي مجالس الإدارات بيكون فيه فرص متكافئة أكثر للمرأة بيكون فيه تمثيل لصوت المرأة بيكون فيه حرص على أنه السياسات والإجراءات كلها تكون يعني مناسبة للمرأة طيب سيد المرأة الآن أنتم وضعت ثلاث استراتيجية تقريباً اللي هي المشاركة رفع مستوى المشاركة بدمتكم خاجولة من خلال ثلاث قطاعات الصناعة وتقنية المعلومات ومشاركة المرأة في المناصب القيادية طبعاً فيه الرابع اللي هو احنا حريصين على عمل تجمع خاص لقطاع التجميل والأزياء فيمكن هذا مشروع طويل وشغالين فيه إن شاء الله مع هيئة المدن طيب دعونا نبدأ أول شيء عشان نقول أنتم عشان تحققون هذه الاستراتيجيات أو هذه الأهداف هل أصلاً أنتم يعني كمرأة الآن تجدون أن الفرص لكم عادلة متاحة ولا من الأساس يحتاج إلى تعديلات ويحتاج إلى إضافات في مسأة تكافؤ الفرص يعني حين لما في بعض المهن أو الأعمال لما يطلب واضح يطلب رجل كده تطلب كده مباشرة صحيح ما صار يعني يقول للجنسين أو بدون ذكر جنس مفروض بمعنى أن يكون للرجل أو للمرأة صحيح فكثير من الأعمال مثلاً دعونا نقول بياعين رجل هناك أشياء كثيرة هل أنتم الآن وجدتم أنه أصلاً طرح الفرص أو هذه الأعمال لا يوجدها تمييز وإنها عدالة لكم كمرأة من ناحية نحن نتكلم ليس بالفرص كتوظيف نحن نتكلم هنا كمرأة صاحبة أعمال ومستثمرة كسيدة أعمال وكمستثمرة هذا الذي هدفنا وليس التوظيف ولكن التوظيف يكون نتيجة غير مباشرة نحن نهدف لتمكينها في قطع الأعمال وبالتالي سينعكس هذا ويصير فيه الإنفاك هل نذهب إلى صندوق الصناعي مثلا عندكم في المجارة الصناعية هل صندوق الصناعي يميز بين رجل ومرأة أو لكم سوا القوانين نشوف نحن في الدولة ولله الحمد والرؤية لا تميز والرؤية جاءت نحن كمرأة بالنسبة للمرأة نشهد نقلة نوعية نحن نتكلم عن ما قبل الرؤية وما بعد الرؤية صحيح حتى الدوائر الحكومية صحيح نحن كنا كسيدات أعمال نطرق أبواب الدوائر الحكومية القانون لا يميز حقيقة حتى مثلا في صندوق الصناعي أو أي جهة أخرى ولكن هي ممارسات بعض العاملين في هذه الدوائر هو من نفسه من عندها يعني من عندها أيوة يعني هذا بسيط شوي وتحلح اللي صار الحين في الرؤية الجميل أنه تغيرت ثقافة المجتمع مش بس جدت الرؤية وحطت أنه فيه ونبغى نرفع مساهمة المرأة ونبغى نمكن المرأة ونبغى كذا لأنه في أشياء من قبل كانت فيها تكافؤ فرص بس ما في ممارسة إلى هذا الموضوع الرؤية جدت وغيرت ثقافة المجتمع والنظرة التقليدية لدور المرأة يعني عززت من أهمية دور المرأة طيب ما تشوفون أستاذ أمرامل أن المرأة نفسها الآن هي ميب عارفة أنه هذا متاح لها بالضبط هذا اللي الآن قاعدين نسوي يعني الآن في كثير برامج تنموية داعمة تدريب تأهيل تمويل يعني تتكلم عن العوائق لكن لما تجعل أرض الواقع تجد أنه ما في شيء فعلا صحيح طيب هنا من دورة مو ما في شيء يعني بشكل عام لا العوائق العوائق اللي صارت اللي موجودة الآن مساوية يعني لما تتكلم في الصناعة بالنسبة للمرأة والرجل نفس العوائق ممتاز وبعدين نحن في قطاع الأعمال المال ما يعرف مرأة والرجل المال خلاص المال والمشروع صاحبة واحد يعني ما في فرق بين مرأة والرجل ولكن في أشياء نحن نحتاج محفزات إلى المرأة من هذه الجهات على أساس هي تتخطو هذه الخطوة يعني ممكن مثلا النساء من قبل تشوفهم مستثمرين في العقار بشكل كبير تشوفهم في الخدمات في القطاع الخدمات في قطاع تنظيم المعارض الأغذية بعضهم حتى دخلوا في قطاع المقاولات ولكن لماذا نقول حنة لماذا نقول حنة أستاذ مرأة أن أصلا جرأت المرأة في هذه الأعمال خجولة صحيح صحيح لا أحد منعها هي من نفسها صحيح صحيح لأنه أساسا الصورة النمطية كانت لما تجعل الصناعة الصناعة وشي كبير وشي معقد وشي يعني كأنه بس مجال عدة جوانب أول شيء رفع الوعي وبعدين التأهيل لما يصير عندها وعي بالفرص في المجال والإمكانيات وأنه في مجال لها تحتاج تأهيل فأنت تشتغل على جانب التأهيل أنتم كمجلس تتسوينا نحن كمجلس وشتغلنا مثلا في هذه مع الصندوق التنمية الصناعي وكانت يمكن من أول دورة تقام لل التي يعملها الصندوق في كيف تبدأ عملك الصناعي كيف تفتح مشروع صناعي سووا لنا مشكورين وكانوا متجاوبين بشكل جدا جميل والجميل في الموضوع أننا طرقنا بابهم نستهدف تدريب النساء وتأهيلهم والحضور يمكن جاءت 35 سيدة و 115 يمكن رجل الذين شاركوا في الدورة وكان 150 الحضور بشكل كامل ممتاز قبل ثلاث سنوات نظمنا ورشة عمل مع أحد الجهات القطاع الخاص نجاح يجرجر متردد إذا شاب أحدين نجاح يسحب الثاني والثارث صحيح الشيثة أول رفع الوعي وبعدين تأهيل عن طريق التدريب واشتغلنا مع صندوق التنمية الصناعي وبعدين اشتغلنا مع مدن ووقعنا اتفاقية مع هيئة مدن وقد تدربت وصار عندها وعي تحتاج محفزات أنها تخطو الخطوة هذه ووقعنا اتفاقية مع هيئة مدن إلى محفزات خاصة للسيدات الراغبات بفتح مشاريع صناعي ومدن لتقدم الأراضي الصناعية فعلا طيب ما تلاحظين أنه شوي المجلس نخبوي بمعنى أنه أنتم مركزين على الصناعة وفي قطاعك كبير ثاني جدا وهو قطاع التجزية بتفاصيل التي لا تنتهي صحيح طيب لماذا لم تقوم زوم على كذا وهو قطاع التجزية في الملابس في الكسيسورات في الساعات في الأثاث عندك حق قطاع التجزية قطاع كبير ولكن هذا المرأة مشاركة فيه المرأة ناشطة في هذا القطاع لكن لا يمكن أن نفهم بالصناعة الصناعة يبقى لها ناس قليلا تأهيل لهم يختلف لذلك عندما نحطينا قلنا نعمل في الأشياء التي تحتاج دعم وتحتاج نرفع نسبة المشاركة فيها يمكن في قطاع التجزية في سيدات عاملات فيها المجال من زمان وهو من أول المجالات التي اشتغلت فيها المرأة في التجزئة في الصالونات التجميل في المطاعم الكافيات الأشياء هذه الخدمات بشكل عام موجودة المرأة طيب على قياس النجاح والعمل الذي يقوم بها المجلس من خلال تركج على موضوع الصناعة هذا أحد المواضيع نعم نكمل هذه ونكمل بعد قليل نكمل في قطاع التجزية نحن ندخلهم نيو من خلال التقنية والتجارة الإلكترونية وكذا بعدين نكمل فيها لكن هذا موضوع الصناعة هل أنتم شفتوا ناس بدأوا من خلالكم وتأسس عمل ونجح وبدأ ينطلق وماشي لسه أنت تأسس عمل ونجح وبدأ ينطلق وماشي نحن لسه المجلس الدورة فنحن نعم بدايات بدايات أيوة ما ترى المشهد المشهد كبوادر بوادر فيه اهتمام كبير ولكن يبغوا محفزات زي ما قلنا نرجع إلى المحفزات موضوع نحن شغالين بالتعاون يبغوا تسهيلات في التراخيص وخصوصا السيدات التي يحتاجون من هيئة الدواء والغذاء فسح سواء في مواد العناية بالبشرة مواد التجميل العطور الصناعات الطبية هذه تحتاج فسح من تراخيص خاصة من هيئة الدواء والغذاء فهذه يحتاج منها هذا موضوع معين ثابت ولكن المشكلة أن هذول السيدات بدئين بمعامل يعني ليس مصانع كبيرة واشتغلنا معهم صندوق الأمير سلطان لتنمية المرأة صندوق الأمير سلطان عنده حاضنات أعمال في الصناعية الأولى هذول في الحاضنات التي بدأوا منها المعامل ويريد انتقلوا لأن صار لهم ثلاث سنين طبعا ارتفعت عندهم الطلبات وبحاجة للتوسع في خطوط الإنتاج عندهم بيحتاجوا محفزات ما في موجود الأماكن في الصناعيات القريبة من نطاق العمراني يحتاجوا تسهيل في التراخيص لأن حجم الإنتاج عندهم يمكن التراخيص الصناعية وحق هيئة الدواء والغداء أعطيك مثال ما شكل الإدارة خاصة شي تسهل لهم هذه الإجراءات هذا ما شغالين عليه من خلالنا أسبوع الذي فات كان عندنا اجتماع مع مدن الأخوان في مدن وكانوا معانا سيدتين من هذول المستفيدات من برنامج الصندوق واللي هم مش عضوات معانا في المجلس لكن لما نتكلم عن الصناع بشكل عام مثلا كل مجال نتطرق أو كل قطاع نسعى للتواصل مع السيدات حتى من خارج المجلس العاملات التي عندهم الخبرة وهم العاملات في المجال لكي نأخذ بعد رأيهم ونسهل لهم يعني المجلس يكون حلقة الوصل بينهم وبين هذه الجهات ماذا تعرفون أن هذه السيدات الأعمال أو رأي ذات أعمال إذا هم جدد أنها مؤهلة لأن في موضوع الصناعة لا يبين الربح من أول سنة أو سنتين يبغال أقل سنتين ثلاث والتالي يحتاج إلى مهارات وتأهيب وقدرات مختلفة تماما يمكن عن أي قطاع ثاني فعلا كيف تحكمون عن فهمها ونضجها في هذا العمل طبعا أول عندما تتكلم عن صندوق الأمير سلطان المستفيدات التي فيه هم مروا بمرحلة التأهيل والفلتريشن وكل حاجة لحد ما وافق الصندوق ومنعهم فهم اختصروا علينا من خارج الصندوق نحن عن طريق لجنة الصناعة نحن كل المجلس فيه لجان فرعية فأحد هال هي لجنة الصناعة فنجلس مع المستفيدة ونجلس مع سيدة الأعمال مثلا ونسوي زي الأسسمنت ونحن ومش بس وي أسس دم نكون معهم كإرشاد وتوجيه لو احتاجوا لو في جوانب قصور ومن خلال الشبكة التواصل التي لدينا بالجهات سواء العاملات في هذا المجال من قبل أو السيدات التي سبقوهم أو رجال الأعمال التي سبقوهم أو الجهات الحكومية نحاول نربطهم ونساعدهم على تطوير هالجوانب اللي سنتوقف مع فاصل الله يخلي فاصل هذا البرنامج برعاية دار الأركان عامرة والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص آي سي دي هذا البرنامج برعاية دار الأركان عامرة والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص آي سي دي شهد الكرام مرحبا بكم نستكمل حوارنا مع الأستاذ مرام الجيسي وهي رأيش المجلس التنفيذي لسيدات الأعمال بغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية وأيضا مدير برامج التجارة أكترونية في الهيئة العامة المشاة الصغيرة ومتوسطة طيب أستاذ مرام الآن على موضوع الصناعة لسيدات الأعمال أو رائدات الأعمال هل نقول سيدات الأعمال ولا رواد أعمال سيدات الأعمال سيدات الأعمال هذه جاهزات أم أنتم تتبنونهم صفر هنا السؤال لا نحن لا نتبنونهم صفر موجودات موجودين ولكن اللي نساهم في رفع نسبتهم الموجودين يعني نساهم في تحفيز يعني نحن نشتغل مع هذول على أساس نسوي زي الرول مادل القدوات هذول القدوات لما يصيروا في قصص نجاح ولماذا يحفزوا على إدخال أنا ما أدري بس لا يسيب البروسيس حقكم إجراءاتكم طويلة ودقيقة لا نحن لا نحن الغرفة تجارية نحن لا نجيكم منهم من سيدات الأعمال بالنسبة للمجلس يعني لا نحن لدينا إجراءات الفورمال والبيروقراطية هذه لا نحن لدينا نحن دائما متواجدين في أي فعاليات وقريبين من القطاع دائما وبتواصل مباشر مع العاملات هل تغير وضع سيدات الأعمال بعد لجوههم أو مساندة المجلس لهم تغيرت أعمالهم تكبرت تتطورت تتوسعت طبعا أو لسا بالبداية لعمر قصير نحن هذه الدورة لعمر قصير بس لما إذا بنتكلم عن الدورات السابقة طبعا كان فيه فرق خلق فرص عمل هنا النقطة المهمة خلق فرص عمل وساهموا أيضا في تمكين السيدات وحتى المساهمة في تعديل بعض الأنظمة لأنه هم صوت القطاع الخاص وصوت سيدات الأعمال بالنسبة إلى عند الجهات الحكومية والجهات المشرعة والمنظمة طيب موضوع التقنية والمعلومات أو الـ IT بعد الصناعة هذا ليش لجأتوله بالذات يعني شوف نحن نفس الشيء لاحظنا أن المرأة عندما نأخذ خطوة للورا عدد الخريجات لدينا 50% من مخرجات التعليم الجامعي من النساء لاحظنا أن النساء في هذا المجال دائما أغلب شيء كموظفة في قطاع الـ IT ومع أيضا في قطاع التقني يعني يمكن هذا وزارة الاتصالات الإحصائية التي كانت تكلم عنها مؤخرا بعد رفع ارتفعت نسبة المرأة كانت 7% في القطاع التقني والآن بعد مبادرات للوزارة وكذا وصلت 13% هذه مساهمتها في القطاع التقني كموظفة هذا ارتفع حوالي 80% أكثر ولكن كسيدة أعمال كهي صاحبة مشروع يعني دائما الشركات التقنية يتكلموا عن أن السيدات دقيقات والسيدات موهوبات والمبرمجات رائعين والكواليتي في إنتاجهم يمكن أنا شخصيا كنت عضو لجنة التحكيم في 100 ستارتوب التي تقوموا بادر فشفت أن المشاريع كل المشاريع التي وصلت أنا كنت في المرحلة الأخيرة التي عشرة مشاريع وكننا بنختار منهم ثلاث مشاريع فكنت أسألهم أشوف كلهم شباب ما في سيدات بينهم فسألتهم ما عندكم يعني أنتم الفاوندرز المؤسسين كذا قالوا إحنا المؤسسين دا بس عندنا سيدات واش دور السيدة معانا في الفريق هي في التطوير مثلا في كذا فتشوف لما تتكلم مع هدول السيدات تشوف عندهم ما شاء الله مواهب وإمكانيات كبيرة وعندهم بعضهم خبرات لأن اشتغلوا في كبرى الشركات يعني في ناس مثلا شغالة في أكسنتر في ناس شغالة في الفلك في كذا قطاع في مايكروسوفت في هدول في تخوف من أنها تروح وتفتح مشروعها لهذه الدرجة ما أدري فيه ما فيه جرأة يعني فيمكن المبادرة طلعت بشكل عفوي في هذا الجانب بدأنا فيها كنا كان الأستاذ نواف الصحاف موجود لتكريم الفائزين وكان عندنا برضو الأخ خالد الدوادي مع نائب رئيس لجنة تقنية المعلومات في غرفات الشرقية وخالد المحفوظ رئيس بادر في الدمام والذي يفعل المبادرة يعني فقلت لهم لماذا البنات لا موجودين أنا كنت أتمنى أن أرى مشروع على الأقل في الفاوندينج تيم أنه سيدة ليس كموظفة وياهم يعني فخلونا نسوي شيء في هالمجال يعني وطلعنا بعد على الأحصائيات وعلى كذا وهذا ومنها طلعت مبادرة عدد قليل طيب أستاذ وراه إيه العدد قليل بس حتى من هذا العدد القليل أنت تبغى تبغى برضو ما تخليهم بس بهايند هذا تبغى يعني هم فرونت يعني إي انده فرونت يعني طيب الحين بالموضوع الـ IT أنا أعرف وأنا في الكتار الخاص أعرف أنه فيه شح أصلا في عدد العاملين اللي فيه صحيح يعني لو نقول نبغى سعودين عشرة وفق يعني خلنا نقول شروط مؤهلات واحد ثلاث أربعة نصعوب جدا لأن عليهم طلب وبنفس الوقت السوق محتاج بشكل قوي صحيح طيب كيف أوجد سيدات مارس عمل تجاري أو بزنس أو ريادة أعمال في هذا القطاع وهم لسه ما عملا فيه يحتاج لأكسبيريينس صحيح صحيح أمو إحنا هذه إحنا اللي عندهم أكسبيريينس أنا تكلمت لك قلت لك شفنا السيدات اللي عندهم أكسبيريينس يعني لما تتكلم مع سيدة وليفل مستشارة وصار لها عشر سنين شغال مع زوجها أبوها عائلتها ما عرف إيش ممكن صارت كسبت هذه لكن واحدة تأتي من نفسها أعتقد في صعوبة من نفسها يعني تأتي طموحة شابة تخرجها من جامعة سنة سنتين ثلاث تصير سيدة أعمال تبقى تمارس هذا العمل من خلال تسوي شركة مؤسسة شيء زي كذلك يعني تبدأ من الصفر صفر نحن ونسوينا برنامج جماعة مادر متمكنة هل عندها زوج هل عندها مدربين نحن نجمع بين السنتين نجمع بين المتمكنة وبين هذه الصغيرة التي لديها خبرة بسيطة لكن لديها المعرفة والعلم والطموح بالضبط نسوينا برنامج جماعة مادر مخيم تدريبي بوت كام نساء في التقنية دخلتها خمسين سيدة وهذا كان أول مخيم تدريبي تقيم مبادر لكن للنساء وحرصنا أنه يكون نساء فقط على أساس يأخذوا راحتهم ولا يشعروا بالحرج ولا هذا لأنه زي ما قلت في بعضهم صغيرات لسه لا يوجد خبرة لا يوجد هذا فسوينا مكس لسه على موضوع الحرج والحرج لسه لازم موجود شوية هذا نحن نبغى نسد كل الثغرات لأن عمالها بكرة بدأت العمل البيزنس لا يمكن أن تتعامل مع هذا بالضبط بالضبط وانت تريد تعطيهم الإكسبوجر وتدمجهم بعد لكن تبدأ قليلا معهم لحد ما تطلعهم للمستوى وما حدث بعد خمس أيام تدريب مكثف كان لخمسين سيدة يعني يأخذون من مختلف مناطق المنطقة الشرقية يعني مختلف مدن المنطقة الشرقية ولقى أقبال يعني اللي تقدموا عليهم مية وشوي ومع أن اسموا نساء في التقنية ولكن جتنا طلبات حتى من شباب للانضمام يبقوا نحن يتبناهم ويدعمهم صحيح يعني يمكن النسبة ومشاة النتيجة ومشاة النهاية 45 سيدة أكملوا المخيم كامل 10 مشاريع عرضت على لجنة التحكيم تقسموا لفرق و10 مشاريع عرضوها على اللجنة ومنهم يمكن 3 أو 4 مشاريع الآن قاعدين نشوفهم يشتغلوا على تحويلها من خطة خلصوا خطة العمل وجالسين يشتغلوا على تنفيذ المشروع أحدهم واحدة من الشابات عاملة تطبيق حاضن إلى الحضانات الجمع بين المرأة العاملة والحضانات راقب ولدها وتشوف تدور خصوصا في فئة التي يحتاج عناية خاصة هدول احتياجات الخاصة الاحتياجات الخاصة وكذا صعب تلاقي الحضانات المناسبة لهم وصعب هذه فهي التطبيق حقها يجمع يحل هذه المشكلة وهي طلعت من مشكلة شخصية واجهتها هي جاية من الرياض واستقرت في الشرقية وكانت تدور طيب ما في عملية التقنية في مسألة مثلا دعم للشركات من خلال برامج خاصة حسابية شيء أكبر شيء ميجور لسه بدأنا بدأنا بالمخيم هذا والآن عدنا خطة إلى من 2020 بنبدأ بنسوي جلسات دورية للمرأة في التقنية بنستضيف خبراء ومختصين وحطين في بالنا أن نتعاون مع جهات وحاضنات وبرامج زي مجرد أدفايزر نحن دورنا استشاري وزي الأوركستريتر نعمل مع القطاع الجهات الرسمية والجهات القطاع الخاصة يعني مثلا أنتم عندكم صوت قوي مع صندق الصناعي صوت قوي مع مدن صوت قوي مع هيئة الصغيرة والتوسطة بالضبط مع كفالة تجمعون ما بينهم بدل هذا ما يعرف أين يروح صحيح أنت محتاج نحن نجيب لك صحيح ونتعاون معهم في برامج تدريب خاصة وبرامج توعية وبرامج أيضا المحفزات كما قلت لك لو في أي تشريعات أو أنظمة تكون تشكل تحدي أمام هذول نحن نكون صوتهم عند هذه الجهات ونعمل على نسوي الكيس ونثبت لهم كيف تشكل عقبة وممكن الجهات تتجاوب وتخفف من بعض الإجراءات أو تعدل أو كذا هدفنا أن نصل إلى هذا طبعا هناك تعاون مع شركة سابك أيضا نسيت أذكر هذا الإخوان في وحدة تطوير المحتوى المحلي دكتور فؤاد موسى دكتور وجيه ودكتور وجيه يعني ما شاء الله داعمين وممكنين أسبوع الماضي يوم الأربعاء كان في ورشة عمل قدمها دكتور وجيه سابك لتمكين القيادات النسائية في الصناعة قدموا ورش عمل قدمونا ورشة عمل وأيضا في برنامج يمكننا لا أحرقه في اتفاقية بتتوقع وياهم إن شاء الله بنتكلم عليها بس توقع ما حاولت تسوي اتفاقيات مع الشركات بأن هذول الآن سيدات أعمال مستقبليات لكن يحتاجون إلى ممارسة العمل وإلى آخر على الأقل خلوهم عندكم شهر شهرين ثلاثة على ما ينسي عندهم ممارسة في العمل هل تعاون مع الشركات لسه لا في تعاون حالي لكن هدف برنامج إن شاء الله في 2020 على موضوع المرأة والمناصب القيادية وما المقصود فيها تجلبون واحدة يضعوا رئيسة نحن نرجع تمثيل المرأة في الشركات القطاع الخاص يمكن الدولة هذه بكفاءة لا يعاطفة طبعا طبعا ولكن هذه الكفاءات يعني إذا نتكلم في قطاع البنوك صار دمج في بعض الدوء لغية الأقسام النسائية في بعض البنوك كانت من رئيسة قسم وكان لها وتنشيل وهذا صارت موظفة عادية عندنا رئيسة تنفيذي بانك وعندنا رئيسة مجلسي دارة صحيح من بعد ذكريني في أحد زيادة قطاع المال البنوك لما تجي للقطاع تداول سيدة وهذا فخورين فيهم هذه التجارب قدوات ما شاء الله لا انتم هين جايين بقوة الله يستر ولكن تعال لشركات القطاع الخاص ذكر لي بس عضوات مجالس الإدارة كم نسبتهم عضوية مجالس الإدارة سيدة والله اللي أذكرهم ممكن واحد انتين بالضبط من مئة وستين شركة 70 شركة بالضبط يعني حتى واحد في المئة ما يجي تمثيلهم في الهاتف دافعي شوي ما حد قال المرة لا حد مانعك تعالي طيب وين كنت شاركي في المجلس إذا كانت تملك حصة مشاركة تملك حصة كبيرة يعني تملك عشر أسهم إن شاء الله ولا مدرمية ساهم حسب الشروط ليس محتاجة تصير سيدة أعمال كبيرة ولا لا هي مشاركات ضعيفة أردين يقولي لا لا أنا أسألك أوجه لك السؤال حتى انتقلت الشركات جيب الشركات العائلية حتى الشركات العائلية المرأة تملك فيها نسبة تلاقيها ماسكة قسم الـ HR أو ماسكة المسؤولية الاجتماعية أو بالعكس هذا أقسام مهمة وحيوية للشركة ولكن لا يوجد لها تمثيل واحد من عائلات يقول يا أخي ما تبي ليس ما تبي على كيف ها لكن نعمل على تكافؤ الفرص إذا هي ما تبغى وصراحة لا يوجد داتا لأننا كلها تخمينها الآن نقول هي ما تبي وما جاءت لكن نأخذ احتمالات بس الأكيد أقول هذه الدرجة طيب أعطيك مثال هذه الدرجة 10% كيف يختاروا أعضاء مجلس الإدارة من يختارهم التصويت التصويت طيب من يرشحهم عشان يدخلوا التصويت أنا أقول هنا وين مشاركة تحضر الجمعية العمومية تعالوا أنا بأساهم يصير عندها نشاط يبين دورها فهمها معرفتها في القطاع التي تبغى تصير عضو في المجلس فيه في الكيميكال في التجزية في البنوك هذا جزء مهم جدا ولكن أيضا الترشيح نحن مجتمع ذكوري وللأسف يعني يعني أنت كراشد الفوزان لو يكلموك معرفك والدائرة المحيطة فيك كلهم رجال صح أو لا فترشح هذا أكلم لا لكن هناك نقطة مهمة سأكملها بعد فاصلا نعود هذا البرنامج برعاية دار الأركان عامرة والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص ICD هذا البرنامج برعاية دار الأركان عامرة والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص ICD شهد يا كرام مرحبا بكم من جديد نستكمل الحوار مع أستاذ أمرام الجيشي وهي رئيسة المجلس التنسيق لسيدات الأعمال في منطقة الشرقية حين على موضوع العضوية نرجع له أنا أقول أن المرأة لم تأخذ المبادرة الكافية والجرأة الكافية في مسألة ما أقول اقتحام دخول هذه المجالس الإداراتي صحيح بمعنى أنها لا تشارك أنا أعرف أن هناك سيدات كثيرة جدا يمكن أن يكون أسهم وحصص أكثر من في المجلس كلها صحيح ممكن وفي سيدات من داخل الشركة نفسهم في سيدات بدعوا من الشركة لا قانون يمنعها ولا أحد مانعها ولا أحد قيل لها لا نحن الممارسات لا تقريبا مجتمع ذكوري لا لا مجتمع ذكوري ما خالف بس ما أحد مانعها أعطيك مثال باللي يصير في الانتخابات الغرف خلينا في انتخابات الغرف السيدات في الانتخابات كل دورة كل أربع سنين تعادل هذه جيب لي سيدتين سيدة الدكتورة لما سليمان هي لفازت بالانتخاب الباقيين كلهم بالتعين كلهم يعينهم وزير التجارة أينكم؟ أنتم صوتوا للمرأة لأننا نسبتنا أقل نسبة السجلات التجارية لماذا تكون النسبة عالية؟ ودائما المجتمع هذه فزعات الرجال فدائما يصوتوا ويعني هناك دعم وليس على أساس الكفاءة وهذه هي الأشكالية حقنا لما تأتي المرأة تتكلم نحن لا نأخذ رد في الموضوع هذا لأننا نأخذ رد لكن دعوني على المعلومات الآن سيدات الأعمال ما شاء الله أعدادهم كثير صحيح بالسجلات التجارية دعوني نتمارس ما تمارس العمل التجارية هذا موضوع ثاني لكن الرقم هو رقم كبير السجلات التجارية لما تأتي الانتخابات تجد مشاركة ضعيفة جدا لماذا؟ لأنها قد يكون باسم زوجها باسم أخوها ما أعرف إيش ممكن صحيح لكن إذا هو موجود لماذا لا تصوت وبالتالي تعطي لحقية المرأة وقد هي نفسها ممكن لا تصوت المرأة تصوت الرجل صحيح لن نحن كمجتمع ثقافة الانتخاب حديثة عليه هذا أول شيء لكن الخرف من زمان ما كانت يعني من زمان هي صاحبة السجل التي تروح ونحن نشوفهم عند صناديق الاقتراع وهذا يتروح وأخوها قال لها صوتي لفلان ما نجرح ما نجرح ما نجرح خلينا نجع للمناصب القيادية مبادرتنا مبادرتنا للقطاع الخاص إذا قلنا رؤية المملكة ترفع مشاركة المرأة في هذا نحن نبغى نمكنها نوصلها للمناصب القيادية في الشركات عضوية مجالس الإدارات نبغى نأهلها ونبغى نشتغل هنا نقطة نحن نبغى نأهلها ما معنى نأهلها؟ نأهلها يعني نعطيها التدريب الكافي ونعطيها المهارات الكافية التي تحتاجها يعني تكونها بالكفاءة والاجتهاد والعمل طبعا هذا ليس لأنا مرأة وعينوني وحطوني شوف هناك شريحتين شريحة عندها الكفاءة وعندها المهارة وعندها الخبرة وعندها جاهزة سواء هي من داخل الشركة وشتغلت على نفسها وكل شيء ولكن ما عندها الفرصة وعندنا الشريحة الثانية التي لا عندها الكفاءة ويعني لسه تحتاج تشتغل على مهاراتها وتشتغل على زيادة سواء مباشرة هل المرأة تعرف دورها كيف تصيير المجلس؟ أي كان مجلس الإدارة؟ هل هي تعرف ما هي الآلية لكي تصيير عضوية مجلس إدارة؟ هذا دورنا نحن نسلط الضوء على هذا بالضبط ولذلك نحن دورنا في المجلس أن نسلط الضوء على هذا الجانب ونقول لهم تعالوا يا سيدات اللي عندكم نحن نضع أساسمنت إلى هذه المبادرة وشروط وكذا على أساس أن السيدات اللي بنشوفهم مؤهلات والردي عندهم الخبرة هدول نحن نساعدهم أنهم يوصلوا بيكون في زي يعني نحن شغالين على زي الهب إلى البول إلى هالسيدات بحيث أن أي شركة في القطاع الخاص أصحاب توظف سيدة في مجالس إدارات نحن جاهزين نكون جاهزين وهذه المجموعة جاهزة ومؤهلة وتعالوا نرشحهم ونرشحهم إلى هذه الشركات ونصير زي حلقة الوصل بينهم وبين هذه الشركات نسلط الضوء عليهم والسيدات الثانيين اللي عندهم طموح عندهم هذا نسلط الضوء على البوتنشيل اللي موجود في الشركات وكيف هي تطور من نفسها لتصل إلى هذه المناصب وطبعا هناك برامج تدريب وبرامج يعني نحن شغالين على دليل الآن مع شركة كورنفيري وكورنفيري من الشركات العالمية في مجال تطوير الموارد البشرية ماذا هدف تعاصلون عشان تعاصلون كمناصب ولا تفعلون تغيير وتطوير وعمل يعني الهدف الكرسي ولا الهدف العمل وانتاجية لا طبعا الهدف العمل والانتاجية وتكافؤ الفرص وكلها كل برامجنا منطلقة من تحقيق رؤية 2030 الاستدامة كيف أنت عندك تصل للاستدامة إذا ما في كفاءات وطنية المرأة تشكل نصف المجتمع خمسين في المئة من مخاجات التعليم لا تحسيبون وقت شوي نعم لا تحسيبون وقت شوي خليعنا يكسرون الحواجز النفسية وليست الحقيقية ليش نجح الدولة سبقت أنا أتكلم أقول لك الحين ناجح في المؤسسات المالية وفي القطاع الحكومي يعني يمكن الدولة سبقتنا من مجلس الشورى شوف نسبة السيدات اللي في مجلس الشورى فعندك أكبر مكان لصناعة القرار في المملكة في سيدات موثلة فيه والدولة اتخذ شركات القطاع الخاص من المفروض الآن تلحق الحكومة قفزت من هذه الناحية والقطاع الخاص متأخر فهدفنا أن نجعل القطاع الخاص يلحق بهذا وعندهم زي ما قلت فيه شريحة مؤهلة وعندما تحتاج الفرص وتحتاج تسليط الضوء وتحتاج تصل إلى هذه يعرفون أن الطريق طويل طبعا صعب وليس بسهولة هذا كانت خاص لا يوجد لعبة هذه مشكلة ليس بس سعودية مشكلة عالمية في العالم يمكننا زرنا كوفة النساء رحنا لإسبانيا وتكلمنا مع سيدات الأعمال في برشلونة وكانوا يتكلموا على أقليم كتالونيا وكيف بدأوا إلى عهد قريب يعني ليس عادة فهذه مشكلة عالمية وليس في المملكة نحن نجيها من ناحية الـ 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 يعني التضمين والشمولية طيب لا ترى أن الآن على قوة البشرية مرحبا الـ ما تلاحظ أن على قوة يعني القوة العاملة للمرأة حجم الكبير هذا أنها سيكون لها يعني نحن نلاحظ الآن في تغير في نمو في مناصب قاعدين للمرأة كلمة لهم ويأخذون بقدراتهم وكفاءتهم صحيح هل تشوفين أن هذا الاتجاه سيكون أسرع وأقوى لمستقبل وبالترى سيكون فيه شيرينج يعني فيه توازن صحيح وإحنا إذا نتكلم كقطاع خاص وكمردود على الشركات الإحصائيات العالمية هذه كلها أثبتت أن مشاركة المرأة حتى الـ لمشاركة المرأة في المناصب القيادية وفي مجالس الإدارات في عائد مادي حتى على الشركات يعني الشركات التي وظفت سيدات ومكنت سيدات في مجلس الإدارة حققت أرباح أعلى حققت دخل أعلى حققت نمو أعلى هذه إحصائيات إحصائيات طيب ما اعترحت موضوع التوازن أو عدالة في الدخل والرواتب والميزات المالية جزء أشوف من مطروح عندكم لا جزء من هذا إحنا ما ينظر نعمل مع شركة كورينفيري الآن نحضر لدليل إرشادي إلى شركات القطاع الخاص على التنوع والتضمين دايفرسيتي ان انكلوجين هذا الدليل يكون بمثابة الرواتب بشكل عام من منطلق التنوع والتضمين وبشكل خاص للمرأة يعني يركز على المرأة بس نبدأ بشكل واسع مع تركيز على المرأة وأيضا كيس على المرأة من ضمن الرواتب جزء منها يعني يمكن لا نستبقى الأحداث بيتم الإعلان عننا إن شاء الله عن قريب والتفاصيل كلها يمكن في بعض الشركات القطاع خاص وغير يوجد جحاف ونحن لا نقول للقطاع الخاص تعالوا ومكنوا وأهلوا ومن دون ما نعطيهم التولز فإحنا كدورنا في المجلس ما بنجي ونقول بس نتكلم كلام لا بنعطيهم فعلا شيء علمي وشيء موثوق وشيء مطور مع أفضل الشركات العالمية في هالمجال مع بيان العائد عليهم العائد المادي والعائد من ناحية الاستدامة والعائد أيضا من ناحية بيئة العمل الكلتر حق المؤسسة نفسها وهذه مهمة بيئة العمل وسمعة المؤسسة وثقة العميل في المؤسسة وكل هذا طيب لن تكلم على موضوع أنت مديرة البرامج التجار الاكترونية في هيئة العامة المنشآت الصغيرة والمتوسطة أعطينا نوبدة عن هذا وش البرامج اللي عندكم في الهيئة الهيئة المنشآت الصغيرة هي تدعم غالبا تقدم دعم وليست بالبزنس نفسه صحيح هيئة الهيئة العامة المنشآت الصغيرة والمتوسطة هي جهة ممكنة تعمل مع المنظومة البيئية على معالجة التحديات وتمكن المنشآت الصغيرة والمتوسطة طبعا الهدف الرئيسي هو رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي عندما نتحدث عن التجارة تجعون هم هناك دعم وتشجيع وتحفيز وتمكين وتأهيل كل هذه الأشياء وفي أيضا جزء من تسهيل أداء الأعمال وجزء من تحرير التمويل وجزء كذا دور تقوم فيه الهيئة بالنسبة للتجارة الإلكترونية الحين المشهد العالمي التجارة الإلكترونية تنمو بشكل جدا سريع المملكة أعتقد أكثر من 20% سنويا 30% نسبة النمو في المملكة 30% نسبة النمو في المملكة للفترة السنوات الخمس الماضية هذا من غير ما تكون الدولة حطت برامج خاصة لهذا يعني يمكن الدولة بدأت بمعالجة من القطاع الخاص نعم من القطاع الخاص هذا هذا بشكل عام التجارة الإلكترونية بشكل عام والقطاع الخاص وبالتحديد بعد قطاع التجزئة المساهمة الأكبر طيب لماذا حرصتوا عليها موبيع البرامج أو تجارة الإلكترونية من خلال الهيئة المنشآة الميزة التي توفرها التجارة الإلكترونية إلى المنشآت الصغيرة والمتوسطة ميزة كبيرة أولا التوسع في الانفتاح على السوق تخفيض التكاليف توسيع الانتشار زيادة ثقة العميل فتح أسواق جديدة كل هذه توفرها التجارة الإلكترونية إلى المنشآت هل شفت تبعت موضوع البنية التحتية في المسألة هذه لأنها تحتاج إلى بنية تحتية قوية طبعا هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة تعمل بالتعاون مع مجلس التجارة الإلكترونية ومجلس التجارة الإلكترونية الذي يرأس دكتور ماجد القصبي مشكل من 13 جهة 10 منها من القطاع الحكومي وثلاثة من موثلين من القطاع الخاص فهم المجلس عملوا دراسة لكل التحديات التي في سلسلة القيمة في التجارة الإلكترونية وكل جهة من هذه الجهات عملت على مبادرات لمعالجة التحديات زي ما قلت قبل القطاع ينمو 30% من غير أي تدخل الآن لما بوجود هيئة المنشآت والبرامج التي ستعمل عليها في مجال التجارة الإلكترونية نتوقع قفزات كبيرة إلى هذا القطاع وإذا نعطيك مثال عدنا علي بابو وأمازون هم أكبر شركات عاملة بشكل عالمي هذا هو الدخل علي بابا لواحدة يوم العزاب 90 مليار نرى الدخل الذي جاء علي بابا في الثانية الواحدة علي بابا بروسست 544 ألف طلب في الثانية في يوم العزاب هل تريد أنت تمثلينها هل تربطينها هنا أو كيف يعني الفرص كبيرة في أنت تخيل لماذا لازالت المحلات المولات كلها لازالت متماسك إذا صح التعبير أو هناك تحول بس هناك تحول هناك تحول في الحين ارتفعت التكلفة على القطاع الخاص لما أنا أحط نفسي أتكلم من منظور القطاع الخاص كسيدة أعمال وعضو في المجلس رأينا كثير من محلات التجزئ تسكر لأن لم يكن ينافسه هناك المتسوق السعودي لم يجد أمامه إلا هذه المحلات الآن انفتحت السوق العالمية يستطيع أن يتسوق من أي مكان يمكن الحين المواقع زي آيف هيرب زي نتا بورتي زي جولي شيك زي هذول المواقع عليبابا أمازون صارت توصل إلى باب المتسوق السعودي التجارة الإلكترونية تعطي المستفيد خيارات متنوعة كونفينيينس أيضا وبرايس أسعار أقل بريحية كونفينيينس وخيارات متعددة هل تجربة نحن الآن وصلت إلى مرحلة دعنا نقول نطج في مجل التجارة الإلكترونية أو لازم نتشكل قاعدين نرى سوق المملكة العربية السعودية سوق جاذبة جدا عندما تتكلم على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 80% من السوق التجارة الإلكترونية من المملكة ودول الخليج وهذه 80% القوة الشرائية العظمى في المملكة العربية السعودية الدولة الحين بشكل عام تنظر للتجارة الإلكترونية كممكن وكقطاع واعد ودائما الفرص المتاحة فيه ونسبة النمو كبيرة نحن شعب شاب أغلب الشعب شاب عدنا نسبة استخدام الإنترنت من أكبر الدول في العالم 93% نسبة استخدام الإنترنت المملكة الآن ضمن أكبر عشر دول نمو في مجال التجارة الإلكترونية هل تكيز على الشباب أو على السيدات أو كل سوا الهيئة تركز على رفع نسبة الاستفادة من التجارة الإلكترونية من المنشآت الصغيرة والمتوسطة سواء الداخلين جدد أن يستغلوا الإمكانات التي تتيح لهم التجارة الإلكترونية بتخفيض التكاليف والتوسع والانتشار والتواجد وأيضا للمنشآت الموجودة حاليا للتحول للتجارة الإلكترونية والاستفادة من التجارة الإلكترونية أستاذ مرام انتهى وقتنا شكرا لك الله أحفظك شكرا لك يخليك شكرا وشكرا لكم الاستضافة الله يحييك شكرا لكم شكرا لمتابعتكم هذا البرنامج برعاية دار الأركان عامرة والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص ICD ترجمة نانسي قنقر